موسيقى موسيقى النهاردة هنعمل خروجة في البيت زي ما تعاودنا خلاص هناخدكم نعمل أحلى أكلة إحنا أولادنا بيحبوها بس منشتريها منبره ودلوقتي يجب نعملها في البيت زي ما تعاللنا خلاص كل حاجة نعملها في البيت أول ما أولادنا بيطلبوها مننا على طول بيجي علينا إن إحنا نقول لهم انتي عايزة غلبة بقى وعجن وخبز ودراعتنا مش قادرين بس يا حبيبي روحوا كلها جبنا وبطيخ كدنا وبطيخ ذي لحنا يعني لو قدنا الصيف عليها مش هنشبع منها بس هم عايزين تغيير وعايزين مبتقدين للأكلات اللي بره اللي كانوا على طول من الوقت اللي التاني بنطلبها وبنأكلها في نادي ففي أي مكان بيقدمها هنعمل نهاردة بأسهل طريقة ممكنة بكل إمكانيات البيت عايزة أقول لك أحليلك مشكلة المدرعين اللي ما بتسحش وأقول لك إزاي أني سياحها أخليها لك كده من جوة مفرغة وشكلها حلو جدا بلادها بيعملوها الإيطاليان يعني ناردة بيتيا بتاعتنا شوية هحاول أوصل لطريقتهم بس بطريقتي أنا وسميتها بيتية الإنقاذ السريعة أول حاجة عندي هنا اثنين ونص كباية دقيقة عليهم معلقة عصل أبيض عليهم طن باودر وعليهم بصل باودر وعليهم زعتر وكمان عندي هنا الخميرة الفورية اللي عشتغل بيها هحش بقى هحش بقى بقى فراخ عندي هحش بقى بصنا نحوردة هورده برضو الفراخ اللي أنا عايزة أورها لكم وهنا فلفل رومي وبصل وزاتون شرايح والجبنة المدرية لدينا وعليشان نفرد العجينة عندي هنا دي سيمولينا وعندي كمان دقيق بتاعنا مبدئيا أنا عندي هنا دقيق طبعا منخول هروح حتى على ايه؟ العسل اللبيض عسل اللبيض ده مش عايزة أقول لكم في وصفات البيتزا بيخليها حشة وطرية وجميلة هحط الخميرة ورشة ملح طبعا بصوا بقا دي اختير عايزين تحطوا توم باودر بصل باودر تمام خلص خلصت كده واروح نزله بالمية الدفية وقلب عايزة أقول لكم يا البيتزا مش الفكرة في عجنها هي الفكرة في تخميرتها صح في فردها صح لكن هي العجنة خلص احنا هنلم المكونات مع بعض وخلص هنسابها تخمير الفكرة بقى هنسابها تخمير قد ايه؟ هنعمل بعد كده ايه؟ هنفردها ازاي؟ هي دي اللي بتخلي عندي البيتزا حلوة وبيتزا مكتومة بصوا العجنة كده خلاص معي ممكن تكون بتلزق شوية تمام مش مشكلة هجيب بولا وارشها شوية تزقي وبعدين انزل بالعجنة كلها اللي عندي بعدين ارش عليها شوية دقيق كمان واسبها بقى تخمير ساعة ساعتين عارفين بقى لو سبتوها تخمير 12 ساعة جوه التلاجة اتفرجوا عن نتيجة بس انا اسبها بصراحة ساعة بصوا بعد الساعة بقت عندي طبعا حجمها كبر هعمل ايه؟ هجيب شوية دقيق وألمها كده اروح عاملة الاسباتيلا كده بالدقيق واروح ايه مسايباها واروح احطها هنا واروح راش عليها راش دقيق شوية كده مشي هسيبها مش هفردها دلوقتي هسيبها لحد ما اعمل حشوة بتاعتها وبعدين اريكم هفردها زي بس لازم ما دام حطت ايدي في العجينة وقلبتها هسيبها ترتاح تاني لحد ما اخلص ايه الحشوة في طاصة بقى هنحط شوية زيت انا هعملها النهاردة يعني فارف كيو بس انت لو عندك اي بواقف ريخ صدور ممكن تشغليها وبرضو تشتغلي معي زي ما انا بعمل كده وبعدين هحيقها بقى ونحط بقى ملح فلفل اسود بابريكا بابريكا وقلبهم طبعا الكميات لانها بالبيتسا واحدة يعني طبعا هتضخوا الكميات بالعدد اللي انتو عايزينه بوسوا بقى الخطوة دي اختياري موجود عندكو تمام مش موجود بس هو سهل جدا زي كاتشر زي مايونيز بتجابنا ونروح حتى ايه معلقتين كده بس طبعا هو لسه عشان فتحينه ينزل بصعوبة بس كده بوسوا الفرق خلاص دلوقتي جاهزة عايزة اواريكو بقى العجينة لما سيبتا ترتاح لحد بصوا شوية دقيق سوميلينا موجودين اوكي اللي هو بتاع البسبوسة موجود اوكي مش موجود مش مشكلة وروح جايبة هنا دي خلاص مش هرول بالنشابة لا بصوا هبدأ بالنص كده وروح موسعيها انا عايزة ده ما جيش جنبه مش عايزة افرغ الهوى على الجناب لكن عايزة اخليها لان ده لما بيدخل الفرن هو بقى اللي بيدلها ان هي تبقى كده مفرغة من جوه ومظبوطة صاح زي بتاعت بره فانا هافضي في النص لكن مش هاجي ايه بره خالص هحاول بقى ايه احطها في الصينية عندي ماشي اهي زي ما هي ما جيتش عندي الجوانب خالص وفردت بايدي من جوه البره خلاص انا بحبها مش تخينة قوي مش فايعة قوي بس الجناب طبعا لازم تكون ايه بالشكل ده خلاص هاسيبها عشان اقول لكم هي ببيتزا سريعة يعني اكيد هعمل صوص سريع صوص البيتزا ده عشان اعمله سريع اعمله ازاي هحط معلقتين صلصة عليهم معلقة كاتشاب عليهم رشة زيت زيتون صغيرة جدا رشة ملح رشة فلفل اسود وبصل بودر وطبعا بيتزا يعني زعتر يعني مهم جدا زعتر بعمله في القصص بتاع البيتزا وقلب بس كنت مش عايز اقول لكم الطعم طحفة اه انا عارفة طبعا ان هو المفروض ان احنا نجيب الطماطم ونحطها ونشوحها ولما نستنى وبعدين نضربها ومعها الفلفل والطوم بس يصدقوني لو جربتوا قصص بيتزا ده مش هيفرق حاجة عن كل اللي احنا بنقول ده طيب نجيب بقى دي كده بس باما بيعملوا ايه بيعملوا كده وبعدين يعملوا كده وبعدين الفراخ اللي انا عملتها بقى هوزعها شرايح الففل الرومي سلايز البصل وطبعا الزيتون الاسود مش هنحط طماطم لا مش هنحط طماطم طماطم هتنزل مية وهتخليها كده الكابينج بتاع الفيتزا مش هيبقى حلو زي بتاع البرا فما بحطوا طماطم تمام اخر حاجة بقى رشة ايه الموزاريلا توصوا بقى بصوا يا جميع الموزاريلا لازم اكون مطلعها من التلاجة واخدها درجة حرارة الجو اللي احنا فيه ده يعني سايبة ما تبقاش نشفة معي ولا متجمدة واحول اقطاها والكلام ده كله خلاص ادوس دوسها كده طيب انا خلصتها هنسويها ازاي بصوا انا في الطبيعي ان انا عندي فرن بيتزا هستسهل ورغم دخلاها فرن بيتزا لكن انا هعمل حركة علشان كل حد في البيت محمدوش فرن بيتزا وكل حد بشتكي يا فيفا الموزاريلا ما بتسحشي ليه او نستخدم ايه والله اي نوع هيسيح بس اقولكوا تعملوا ايه هتجيبوا دي كده حطوها على البوتاكيز وهغطيها ليه هغطيها لان البخار بساعد اي بيتزا نهي تسيح وتشد وتمط وتستمتعوا بقى باللي احنا متقدينه لو عملنا البيتزا والمشكلة بتقبلنا لو عملنا البيتزا مكادش الموزاريلا فيها بتشد وتمط فاولادنا طبعا هيتبطروا دي بقى مش عايز قلوك هتحللكوا المشكلة تماما بصوا اول ما الموزاريلا تبدأ تسيح هاخدها واشيل الغطا ودخلها الفرن تكمل سوا هنا هتقعد قد ايه تقريبا سبعة دقايق بالكتير اوي وهكمل سواحة جاو شايفين الموزاريلا ساحت ازاي هي دي التراكل هم بقولوكوا اي موزاريلا بقى معاكوا هتسيح بالشكل ده هي خلاص تقريبا او هي تستوت نص سوا يعني هدخلها بقى الفرن فرن يكون اين يكون سخن لمدة تقريبا عشر دقيق مسبقة هدخلها الفرن او ما تاخد لهم من فوق يبقى هي كده كده بقيت تماما اولا بصوا النتيجة انا مش هتكلم كتير انا هسب كنتم تحكموا بصوا علشان هي بار بي كيو فانا حطيت هنا شوية سوس بار بي كيو وهنزل كده بس اديها شايفين بقى الجبنة ازاي علجنا المشكلة ان هي بصوا انا هفضل اشد يعني بتتشد مش عايز اقولكوا جميلة ازاي وطلع كده كراست يعني انتيالي ان هي شبه جدا بتاعت برا والطعم كمان جدا بتاعت برا دي كانت خروجت النهاردة معينا عملنا الفيزا يا رب تعجبكم استنى تعليقاتكم وكومنتاتكم وتشجعكم تحت الفيديو كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة دوت كوم